مضى على صدور قانون ضريبة القيمة المضافة ما يقرب من العام فهل تحققت الأهداف من فرض تلك الضريبة؟ المزيد في التقرير تفرض ضريبة القيمة المضافة على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع وقد ظهرت للمرة الأولى في فرنسا منذ 63 عاما وللضرائب أهمية قصوى في موازنات جميع الدول ما جعل الحكومات تعمل على تطوير التشريعات والأنظمة المالية والضريبية الخاصة بها لتصبح أكثر مواكبة واندماجا مع النظام العالمي الجديد وفي ظل الإجراءات الإصلاحية التي تتخذها مصر قررت وزارة المالية البدأ في تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع سبتمبر الماضي متوقعة حصيلة مالية تتراوح ما بين 20 و25 مليار جنيه من تطبيق القانون وبسبب التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة ارتفعت الحصيلة الضريبية خلال 9 أشهر المنصرمة بنحو 70 مليار جنيه تسعيد الحكومة في تنمية وتطوير المرافق العامة والبنية التحتية وتستهدف الحكومة حصيلة ضريبية وجمركية متوقعة للعام المالي المقبل تقدر بنحو 604 مليار جنيه بجانب استراتيجيتها الرامية إلى زيادة نسبتها 1% سنويا بنسبة الحصيلة الضريبية إلى الناتج الإجمالي المحلي وهو ما لم يتحقق العام الجاري قطع البترول والبنوك هما الأكبر مساهمة في حصيلة الضرائب وتعمل الحكومة على تشجيع المنشأة المتوسطة والصغيرة للانضمام إلى المنظومة الضريبية ليتحول العاملون في الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة